تيارات المقاومة تيارات المقاومة عنيفة من العالم ومن الأهل والأصدقاء وحتى من الروحيين أنفسهم ولكنه كان في حبه للرب أسمى من عواطف الناس وهاهو يتكلم عن تلك المقاومات قائلا لم يكن صعبا على إبراهيم أن يسير في القفار أيام عديدة وهو لا يعلم إلى أين يذهب لأنه سبق أن خرج بكل قلبه من أرضه ووطنه وعشيرته نعم أخرجهم جميعا من قلبه فلم ينظر إلى الوراء بل إلى فوق طالبا وطنا أفضل يا للخروج الحقيقي لا يستطيع أحد أن يتعمق المعنى إلا إذا ذاقه وأكمله إنني سأذكر ما حييت تلك الليلة التي تسللت فيها وخرقت لم يكن أمري سهلا فقد كلفني ذلك أن أخسر كل شيء وأحسب كل شيء نفاية وأبغض كل شيء حتى نفسي ووليت ظهري للعالم العالم الذي كنت أحبه الذي هو فيه غرور الغنى ومحبة الأباطيل وكرامة الشهرة والصية الحسن وحب المتعة ومسرات هذا الظهر ولكنني حزمت أمري وجمعت اشتياق قلبي ونفطت عني أمور هذا العالم كلها وتقويت بالإيمان وألقيت بنفسي في طيار النعمة وسرت ولا أعلم إلى أين أذهب غير أنني كنت أعلم يقينا أن محبة هذا العالم هي عداوة لله ووثقت بالذي وعد سابقا أنه يعطي حياة للذين يتركون أشياءها ذدها أذكر يوم أن خرجت من العالم أنني كنت شبه مبنج أي تحت تأثير مخدر حتى أنني طوال وقت سفري بالقطار كنت واقفا على السلم في الهواء وأنا فرح جدا وكأنني طائر في السماء فلم أشعر بجميع الذين كانوا في القطار أما وجهة نظر الآخرين فمثلا والدي وهو شخص روحاني تأثر جدا وبكى وأظهر لي صعوبة الرهبان وكذلك أحد الآباء الرهبان القدامى صعب علي الطريق جدا وكلهم حذروني من آلامه وتجاربه وأبا الذي يدخل الطريق فهو لا يشعر بصعوبته لأن الروح القدس يتولى ويتكفل بهذه المهمة أي بتسهيل الدخول في الطريق وتزليل كل الصعوبات كما أنه قال عن المعوقات التي صادفته أثناء خروجه لقد أردت المسيح وأحببته فارتبط الناس بي ولكنني كنت أريد أن أنفك وأخلص من الناس فرأيت أن الناس قد ازداد تعلقهم بي لماذا؟ لأنني أريد المسيح وأسلك بأمانة وبفقر أي بتجرد فازداد الناس وتجمعوا حولي ولما أردت أن أخلص ربطة بمئة طوق فجلست أبكي قائلا للرب لا فائدة لا بد أن أخرب بسرعة فأعلنت عن ذلك وخرجته ويقول في موضع آخر عن انتصاره على تلك المعوقات البشرية يوم أن خرجت يا أحبائي من العالم خرجت وأنا إنسان لي مشاعر كبقية الناس فقد كنت رجلا اجتماعيا محبوبا ومحب لإناث كثيرين وهم تعلقوا بي جدا جدا مدينة بأكملها فقد كنت صديقا لكثيرين وكنت أتبادل معهم الهدايا وعبارات الود والمحبة وكنت إنسانا محبا للطبيعة وللعالم الطبيعي فقد كنت أحب التنزه ولبس الثياب والبحر والموسيقى والتصوير وكنت أحب الرسم بالزيت جدا جدا فكانت عندي ألبومات للرسومات بيدي كل هذا تركته واعتبرته فعلا كما قال بولس الرسول نفاية فرميته وفي يوم خروجي أسرع ورائي الذي كان يستلم مني الصيدلية قائلا الشقة والأشياء التي تخصك ماذا تفعل فيها لقد حسبت الكل نفاية من أجل المسيح وبهذه المناسبة كان في ذلك الوقت لي صديق اسمه سعد عزيز هو أنبى صاموئيل أسقف الخدمات فيما بعد فقد قلت له ما رأيك؟ أنا نفسي أطرهب فقال لي تعال نذهب إلى واحد راهب مطران طيب جدا وقديس وهو الذي يدلنا وهو أنبى كيرولوس آخر مطران قبطي في الحبشة وكانوا قد طردوه من الحبشة وكان ساكنا في المدرسة الإكليريكية في مهمشة ولما ذهبنا كان المطران راقدا مريضا متوجها بجسمه ناحية الحائط وظهره نحونا فعرضنا عليه فكرة الرهبنة فصعبها علينا فقلت له شوف يا سيدنا في الواقع أنا أعطيت مهلة لربنا ستة أشهر فإن لم يفكاني بالزوق هطلع بالعافية وأنا كنت قلت للرب ذلك بالفعل إن لم تطلعني بالزوق وتخلصني من مشاكلي وارتباطاتي فسأترك الدنيا واطلع وإن شاء الله يجرى إلي يجرى وطبعا كان في ذلك خطورة شديدة لأنه كانت عندي مهمات ومسؤوليات ولازم تسليمها لوزارة الصحة بحضور مندوب منها وإمضاءات وإخلاء مسؤولية فقلت لا يهم أنا طالع طالع أنا عايزك أنت يا رب سأكسر قيودي بأيدي وأطلع واللي يعملوه يعملوه ولما قلت ذلك للمطران قال لي أنت بتقول إيه واعتدل في طريقة رقاده واتجه بجسمه ونظره نحونا وهذا ما كنت أريده ثم قال لي أنت عجنتك إيه فقلت له عجنتي إني عايز ربنا وهطلع له وإن سهل لي السكة سهلها وإلا فسأطلع ويجرى إيه يجرى فقال لي قل أستغفر الله فلم أقل ثم قال أيضا قل أستغفر الله فقلت أستغفر الله فقال لي أيوة كده يا ابني أنت عندك إيمان وربنا هيطلعك ولما سمعت شهادته تلك دخلت في عافية الإيمان فهي شهادة من أسقف لأني كنت أذهب إلى الكنيسة في صمت وأتناول وأعود إلى بيتي ولا أحد يعرف عني شيئا عدا في الأيام الأخيرة قبل الخروج من العالم وقد ابتدأت أن تصير لي خدمة بسبب وجودي كمسؤول في المدينة نهاية الأمر خرجت من العالم رغم تلك الصعوبات أما عن مقاومة الأصدقاء ورفقاء الخدمة فهو يقول قابلت أصدقائي وقلت لهم إني خارج فقالوا لي يا مجنون أنت تجننت وقد عقدوا علي مجمعا من أربعين واحد في جمعية الأصدقاء بالجيزة وقالوا أنت مجنون ولكني لم أخذ بهذا الكلام فأنا مولع من الداخل وظلت أصلي إلى الله فبعد أن أعود من عملي أظل راكعا ماسكا بالأجبية من أول صلاة باكر حتى آخر صلاة نصف الليل ثم أقوم وأعمل فوق الطاقة وكأنه جنون فالحرارة كانت فوق العقف ولما أعلنت عن بيع الصيدلية سألوني وانت طالع ليه عشان تطبخ في الدير فأنا اضطربت وقلت في نفسي صحيح أنا طالع ليه لا أعرف أديره ولا رأيت ديرا في حياتي الله يشهد ولا رأيت رهبانا إلا راهبا واحد في البلد ولم يكن مسلكه قويما وقال لي أوعى تخرج وظل يترجاني ليلا ونهارا في ذلك لأنني كلما كان يدخل عندي كنت أعطيه جنيها سألت نفسي أنت ستطلع تعمل إيه فصرت حيرانا وكان الخدام يسخرون من الرهبان الذين لا عمل لهم في الدير إلا الطبيخ ولما سألوني عما سأطبخه في الدير قلت لهم إنني لا أذهب لكي أطبخ أنا طالع للمسيح فقالوا هل المسيح في الدير المسيح في الخدنة إننا ننصحك وخليك عاقل فكر ولو لمدة سنتين أو ثلاثة وبعدين اطلع ارتبقت قائلا في نفسي هذا أمر مستحيل وظللت في ضيق متواصل وقلت لهم انظروا إنني لا أعرف شيئا ولكنكم تتكلمون عن أنبى أنتونيوس وأنبى بخوميوس وبقية القديسين فهل كان هؤلاء غلطانين هذه الكلمات هي التي وضعها الرب في فمي فقط فسكتوا في الحال ولم يقدروا أن ينطقوا بكلمة ثم قلت لهم أليست الكنيسة قائمة على هؤلاء القديسين فإن كانوا غلطانين يبقى أنا غلطان إن كان ربنا توههم فهو يتوهني أنا أعطيت نفسي لربنا فقالوا انت عبيت وهبل انت حر وبعدما يأسوا مني خالص ذهبت منهك القوى ونفسيتي محطمة لأني لم أكن أعرف ماذا سأفعل في الدير وكيف سأقضي وقتي هناك خصوصا إني أنا الذي طلبت ديرا مهجورا لا يكون فيه كهنة ولا أوقاف يتخنقون عليها لأنه في تلك الأيام كان الصراع على الأوقاف فقلت إنني أريد ديرا أعيش فيه متجردا من كل شيء وبعد ذلك قالوا لي أنت عايز تترهبن تعال نعملك أسيس في البلد فقلت لهم لا أنا أعرف واحد ينفع لكم أسيس طبعا عايز أهرب بجلدي فقالوا لن نتركك فقلت لهم إن ما كانش أحسن مني مئة مرة يبقى لكم كلام وذهبت إلى رئيسا في مدارس الأحد الأستاذ ظريف عبد الله الذي صار أبونا بولس بولس كاهن ضمنهور وقلت له هم يريدونك أن تكون قصيسا فقال لي ما تعمل أنت يا أخويا فقلت له أنا لا أنفع وأنا قلت لك سأصير راهبا فهرب وبعدين أنا وزيت وحرطت عليه البلد فذهبوا إليه وكبسوا عليه وعملوها أسيس فقلت خلاص أنا انفقيت لأني لم أجد أن هذه هي الدعوة التي دعيت إليها أريد الرهبنة فالدعوة تكون في البداية ليس لها شكل ثم تتشكل بعد ذلك بصوت وتدبير من الله والواحد يستجيب ويطلع وهذا يكون تأمينا للطريق معناه أن الله صار مسؤولا عني ولكن لا يقدر أحد أن يدعو إنسانا للرهبنة فهذه تكون مصيبة وهكذا تخطى أبونا الروحي كل هذه المقاومات والصعاب وانطلق نحو الهدف لا يلوي على شيء سوى حب المسيح وامتلاك يسوع لقلبه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 94